موسيقى موسيقى وهدف مباغد جميل جميل لعشور عشور يحط هدف جميل بقول لحضراتكم مين اللي حيختارك من نص الملعب هلا هو بتريكا من الفخ اللي هيعمله جزيه هستمع عشور يحط هدف تاريخي من نسباله وغير متوقع تماما في دقيقة واحد وعشرين من خطأ قاتل ومن اول هجمة للنادي الاهلي وعملت حرفنا على عكس المتوقع تماما ولسه الناس هنا بتقفل فيه انراد وهدف ناري للنادي الاهلي شوف عدراتكم اتلعبت من ابوتريكا تخبط وتغير ويخش الراجل 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 حسام عشور الكل تقول لي صبع ما كانش هو قد بوتريكا في اول لمسة ليه وتروح الكرة وتخبط وتروح هناك من شوف بقى العقل بتاعة حسام على عكس المتوقع عمل كرة حلو قوي قد بوتريكا وجاي من الخصمة جماعة والراجل اهو يقلش برضو يا سلام حسام عشور يعني عمل كرة تاريخية جدا جدا من موسيقى اشتركوا في القناة النيل الرياضة كما قابل يحييبون من استاذ الاسماعيلية وسعبنا نصحبكم بالتعليق على حدات هذا اللقاء ما بين فريقي الاسماعيلي والاهلي احد لقاءاتي الأسبوع التاسع المسابقة الدولي العام المتاز لهذا الموصف بدأت احداث شوط الأول وعادراتكم معنا في مخصورة استاذ الإسماعيلية هيبقى على يميلنا بزي التقليد الفنيلات باللون البرتقالي فريق النادي الإسماعيل وعشمالنا أيضا بزي التقليد الفنيلات باللون الأحمر النادي إله تشكيلة الفريتين فريق إسماعيل محمد فاتح الحراس المرمى حسن عبد الرب وليبر واثنين مستكين شريف عبد الفضيل ومعطسهم سالم في اليمين عبدالله الشحات في الشمال سيد معوض التين انتكاز عمر جمال ومحمد حمصه دم عبدالله السعيد تين فريق دم محمد فضل ومصطفى كري أما تشكيلة الفريق النادي الأهل عصام الحزري حسر مرمى مشهد محمد لبرو وقيل جمعة ورامي عادل التين مستكين أحمد عادل في اليمين أحمد شيد إيناو في الشمال تين انتكاز أيضا في السام عشور ومحمد بركاد وتم أن يسمى جلبان تقم تحكيم لهذا اللقاء حمد شعبان الدولي بيساعده صبح الراشد وتامير دوري حكم الرابع محمد فرو هذه على طول المباراة بداية سريعة جدا وساخنة ولقاء مرتقب من كل جماهير كرة القدر دائما يأتي حماسي ومسير ما بين هذين الفريقين الكبيرين ركلة حرة مباشرة لنادي اسبعيل تلعبت على طول لمحمد حمص حمص عايز مررها أمامي عمر جمال رديته تاني عمل عرضية ليس معتصم سالم داخل منطقة ناحية ليمين عايز يدخل الضغط عليه على طول معتصم والكرة أمامية عند عماد متعب نازل في نص ملعبه بيستلم ليش ديد إيناوي يستلم شديد في داره على طول حمص يسلمها اللي حسام عشور يرجع للإشادي آخر اللاعب في الناديل النهاردة بيلعب مركز الليبرو عادله مرة تانية هم بيلعب فيه فترة طويلة لغياب عماد النحاس أيضا النهاردة بيلعب ليه غياب عماد النحاس للأسر هتلعبة الكرة على طول أحمد عادي اللي يتدخل تهرم منه كرة خارج الملعة برامي التماس التماسل الإسماعيلي مصطفى كريم العراقي يلعب على طول محمد حمص حمص يمرر على طول حمص الناحية التانية العبدالله الشحاد لحمص في الناس ملعب النهاردة الأهلي يدخل على طول ويزقه الكرة من قدامه أبو تريكا توصل لجديد إيناوي بركات محمد بركات لجديد إيناوي تاني عشور تدخل من شريف عبد الفضيل يلعبها لعمر جمال اللي هواخد الجانب الأيمن ماشي عمر متجمل عايز يلعبها برضو حمامية المصطفى كريم تدخل على طول رامي عادل يحاول لخارج الملعب رامي التماس يتلعب رامي التماس النادي الإسماعيلي على طول محمد حمص لازم تمر عليه الكرة هو مفتاح أداء النادي الإسماعيلي عمر جمال عبدالله السعيد السعيد داخل يلعبها عايز مرارها برضو معطوها لحد دلوقت التمريرات مش مصبوطة النادي الإسماعيلي التمريرات البيانية اللي عايز يعملها تلعب تكون عطول أحمد عادل ضغط عليه سيد معوة ودفعه وحمد شعباني صفر ويدرك لحرة مباشرة للنادي إله جمهور كبير في التادة الإسماعيلية يتعدى لـ 12-13 ألف متفرق منهم عدد كبير من جماهير النادي الأهلي زحفة خلف حوالي متفارج واخدين المدرج اللي علي منا حضرتكم معنا في مخصورة استادة الإسماعيلية أدب تريكا قدامنا ركلة حرة مباشرة عصام الحضري العابة أمامية حسن عبد رابو اللي برو النهاردة لإيه النادي الإسماعيلي يتدخل على طول بيتكلم معاه فتح بيقول له أنا وراك والواحدة كان ممكن أمسكها لكن مفتع على طول السلام أحول نخارج الملعب حسنة تماثل النادي الأهلي أحمد عادل بركات يلعبها في الخلف كان سابع الكورة شديد أو هانيس بجلبان تتلعب كله على طول مصطفى كريم فضل وتدخل على طول من رامع عادل لواء الجمعة لشادي أمامية من شادي عالية في نص ملعب النادي الإسماعيلي حسنة عبد رابو بالرأس على طول يردها تالي في نص ملعب النادي الأهلي استلم حسام عشور جزقاء ياخد حمص تلعب على طول عمر جمال جمال حلو المصطفى كريم كريم داخل المنطقة وعلى رجل الشمال استنى وسنج لكن على طول وقع الجمعة وقع الجمعة سنج كده عايز يلعب برجل اليمين يسدد لكن وقع الجمعة دقها وخطفها من قدامه في توقيت مناسب ويلعبها هرب تناريج الملعب رامي التماثل تماثل النادي الإسماعيلي شريف عبد الفضيل عبدالله السعيد محمد فضل هاتو خدمة عبدالله السعيد يمرارة عايز يعملها لعمر جمال ماتوها على طول الكورة همامية بن احمد عادل ترد من حمص استحواز كده في التلات اربع دقائق اللي تلعبوا حتى لقاء النادي الإسماعيلي اللي يلعب في الديها الخمسة من احداث الشوط الأول عزيزي مشاهدي خلت النيل للرياضة تعادل سلب ما بين الفريقين هذه اللعبة تعدلينها تانا على طول والركلة الحرة المباشرة للنادي الإسماعيلي محمد شعبان بيقول لهم أنه نلعب الصفارة رجحها تاني لسه بيقول لهم بيشير لهم كده على الصفارة بحركة اينو رجحها تاني على طول الراكلة الحرة لسه على التنفيذ حسن عبد الرب اتلعبت لمحمد حمص حمص يعني لها عالية داخل منطقة وعمر جمال قاطع عمر جمال قاطع لكن على طول تدخل من احمد عادل تتحول الكورة على طول لخارج الملعب ركنية هادي عمر جمال قدامنا الركنية للنادي الإسماعيلي من ناحية الشمال تعملت حلوة اوة بالحمص والكورة العرضية هي بتتعدلنا تاني علاقة حلوة اوة وفاتت من عادل لكن لحي بصعوبة قبل عمر جمال وحاولها الركنية هي الدربة الركنية تلافع على طول من عمر جمال وبالرأس يطلع شهادي ترجع تاني السيد معاوة السيد في الجهة اليوسف لسه عايز يفوت داخل فات لكن احمد عادل يسمعها وكمل وزقها لكن كرة تولد وهربت خارج الملعب دربة مارمان النادي الأهل عصام الحضر احمد شديد يناوي يلعب في الجهة اليسرى بيغيب جلبرتو للإصابة واحمد السيد للإصابة وعمد النحاس للإصابة ومعتزئين للإيقاف لينظرين غيابات كتيرة عيدا النادي الإسماعيلي في غيابات اقول لحضراتكم عليها هادي على طول احمد شديد يناوي ماشي كرة تقف تحت رجله وتدخل على طول اتزاق الكرة لمحمد حمر العمى باللامت وحده لعمر جمال جمال محمد فضل هادو فضل عمر جمال أمامية عارف شدي محمد شدي يحول على طول شدي الكرة لخارج الملعب رمي التماسل النادي الإسماعيلي يغيب عن إسماعيلي أيضا المحمد محسن أبو جريش احمد الجمل احمد خيري للإصابة شونسون يقاب حصوله على ينظرين اتلعب تكتورة على طول الضغط النيس بو جلبان يلعبها أمامية عماد متعب معتصم سالم آرب معتصم يحول على طول تكتورة خارج الملعب في دارو عماد متعب يحولها شايفين الملعب حضراتكم الألعاب النارية فيها بطورة كبيرة الحاجات دي تدخل على طول من رجال الإطفاء في الملعب والشرطة فيها أكتورة كبيرة على الجماهير وعلى أرضيح الملعب أيضا والتراك حيث لعب تكتورة على طول حسام عشور أمامية يلعبها طويلة على أحمد عادي تخرج خارج الملعب تبقى داربت مرة بيغيب أيضا عن تشكيل إسماعيل محمد عبد الواحد وقبل لجنة المسابقات الابتحاد المصري لمستحقات الزمالك عليه له مستحقات مالية نادي الزمالك ويغيب أيضا وليد صلاح عبداللطيف لفهم خطرة طويلة وليد هتلعب تكتورة حسنا عبد الرب يلعب على طول معتصم سالم الأمامية اتعاملت حلوة عمر جمال يفوت مع وقل جمعة لزا مسيخر على الكورة يزؤال محمد فضل فضل يلعب على طول عبدالله السعيد داخل السعيد فتح له سيد معاود في الشمال لعب هالو سيد معاود هيلعب العرضية لا يكمل لعب العرضية داخل المنطقة تفوت ومطال فطورة عبدالله الشحات يسدد لكن عالية فوق الشحات راجعوا قدامنا هو تزديدة قوية لكن عالية هو داخل المنطقة يعملها عمل عرضية جميلة سيد معاود اهي على طول دخل لكن شايله الكورة الفوق عالية ضربة مارمى للنادلة ضربة المارمى عصام الحضري عادة عبدالله الشحات قدامنا امامية الكورة بالرأس على طول يلمس ابو تريكا تنزل لحسن عبدالربو شريف عبدالفضيل داخل من ناحية يليمين رايح معاه بركات مكامل شريف لعبها الفض فض يوعى فض ما فيش حاجة تلعب تلكورة على طول بركات محمد بركات داخل معاه حسن عبدالربو بركات داخل على العمق وعايز يعملها البينية ماتوها على طول ياخد حسنة ويفوت من حسام عشور كده في مهارة داخل حسنة عمل مشوار وصلوا نص ملعب النادي الاهلي مكامل حسنة عملها امامية لمحمد فض اطول من اللازم يلحق فض اتعاملت العرضية على طول لكن عصام الحضري تمركز طيب يمسك على طول الحضر شديد اناوي حنيز بوجلبان ابو تريكا نزل يستلم في نص ملعبه حد دلوقتي ما فيش امداد في نص ملعب النادي الاسماعيلي من لعب الاهلي لخط الهجوم اتلعب دكورة على طول رامي عادل عنيز بوجلبان محمد بركات عنيز بوجلبان احمد شديد اناوي بوجلبان رامي عادل يرجع للخلف الشادي محمد قافل الاسماعيل في نص ملعب والحد دلوقتي كويس جدا رامي عادل اتزال الالعاب النارية والصواريخ في الملعب من الجماعيل اكتفالية كبيرة او الحقيقة في الاسماعيلية دائما هذا اللقاء بيحظى باهتمام كبير جدا هذه بركات يلعبها ويستلم تاني وداخل على طول بركات من ناحية الشمال امامية حلوة عملت الشديد اناوي هيعمل العرضية احمد شديد عمل عرضية حسن اهد على طول توصل لبركات بركات مع عمر جمال رجع بركات سلم لانيس بوكيلبان تاني لسه في الملعب النادي الاسماعيلي انيس لحسام عشور وعشور والتزديدة فيمسك على طول محمد فاتح يمكن اول تزديدة على محمد فاتح صارنا لديه احداشر من احداث الشوطي الاول لسه الشباك لا تزال نظيفة والتعادل السلبي والنتيجة معتصم سالم يلعب على طول عبدالله سعيد يلعب حسن عبدالرب النهاردة لبرو الغياب هاني سعيد ايضا للاصابة لنصيف في لقاء انبي قالوا التباق في الكاحل تلعب تكورة على طول حسام عشور ترجع الحسن داخل الحسن بيكمل ويزيد يلعب على طول ليه اعطل للشحات الشحات سيد معوض في الشمال معوض مع احمد عادل يزقع ويكمل وفات معوض لتاني مرة داخل معوض ويعمل عرضية وسادت في الثاوية الضيئة الكل منتظر يلعب العرضية داخل على طول وسادت بريكم الشمال القوية اللي يلعب بها دايما في الثاوية الضيئة لكن عصاب الحضر قافل قافل كويس جدا توقف على طول يرد عصاب التور يحاولها لخارج الملعب دربة ركنية عادي مانويل جزيئة واسماعيل حفلي اسماعيل حفلي تاني اللقاء الاسم له في المسابقة مع النادي الاسماعيل كان هو اللقاء مع ام اللي انتهى واحد واحد تلعبت الركنية عمر جمال يفتف على طول حسام عشور يلعبها امامية لانيس بجلبان داخل انيس مكمل عايز يلعبها العماد متعم مقطوع بكلة ورد على طول من عبدالله الشحان تاني احمد عادل بالرأس مافيش غير حسن عبدالربو الواحد تماما عامل مجود كبير يقوم بدور الليبرو بيتقدم ويزيد ويوصل لمنطقة التمنتاشر النادي الاهلي يتطلب دا الياقة بدنية عالية جدا اتلعبت الكرة عبدالله سعيد عبدالله السعيد حسن عبدالربو داخل حسني حمص يزقها على طول عبدالله السعيد مكمل امامية استلام من عمر جمال يلعبها لسيد معوض عايز يعمل معاه هتوخوت ما كملتش رجعت لشريف عبدالفضيل تاني من حمص عمر جمال عمر بيزيد مع سيد وعملها له حلوة ناحية الشمال وسيد والعرضية والجمعة وقلشة كده لكن على طول ترجع الكرة نفسام عشور لعصام الحضر اللي بيلعب طويلة قدام ترد مشريف عبدالفضيل الجهة اليسرى هي الانشط في الاسماعيلي عمر جمال وسيد معوض وده لنفس اللعبة سيد معوض لكن المرات يدخل على طول واقل جمعة ويأتع لكن فيه خطورة ان الجهة اليسرى لنادي الاسماعيلي بيلعب فيها سيد معوض ويزيد مع عمر جمال واع سيد معوض اهو منطقة التمنتاشر الاهلي بيطمئلنا على عصام الحضر بروح جميلة الحقيقة وداخل الجهاز الطبي مكتور ماجد الباز هذه اللعبة تاني سيد معوض ومعاه واقل جمعة ان شاء الله يكون سليم ويوم يكمل سيد اسماعيلي في المركز الخامس حتى الان برسيد اتناشر نقطة وعنده لقاء مؤجل مع بلدية المحلة الاهلي في المركز التاري برسيد سبعتاشر نقطة ولو لقاء مؤجل مع بيتروجيت بيتروجيت اللي فاز بالامس لقاءات الامس يعني رفع رسيد بيتروجيت بعد فوزه على طلاق الجيش اتنين واحد بالامس الى تسعتاشر نقطة ايضا في نتائج الامس الترسانة بيفوز على المصر بهدف نظيف والمصرية اتصلاتي على اسمان السويس بها تلاتة اتنين قام سيد معود خارج مع الجاذب طبي سليم ونزل كامل كورة بيخرجها النادي الاسماعيلي خارج الملعب عشان تبقى تماثل النادي الاهلي تلعبت على طول ابو تريكا يسند على طول الحسام عشور امامية عماد متعب يستلم عماد ماشي طلع معاش جدئنا وبالنحية الشمال نكمل شديد داخل على العم لعب على طول الحسام عشور عشور يمررها البركات بركات زق من قدامه على طول حمص يلعبها لعمر جمال تدخل ولمسة يالد مصفر على طول حمد شعبان ومدي ركلة حرة مباشرة لنادي الاسماعيل عمر جمال داخل عمر عمر داخل من ناحية الشمال وبالكعب على طول السيد معود تاني لعمر جمال وانتهات الاثنين عمل وجابها خلاص في الجهة اليسرى سيد معود سيد داخل سيد سأل عمر جمال وعمر من لمسة واحدة على طول شريف عبد الفضيل تاني لسيد معود وداخل سيد قابل علي احمد عادل عايز يفوت لسه سيد زقها حلوة شريف عبد الفضيل داخل منطقة لكن على طول شهد محمد آري وقاطع يلعبها ترجع تاني لعمر جمال عمر لمحمد حمص حمص حوالات للنادي الاسماعيلي الجهة اليسرى هذا على طول عمر جمال شريف عبد الفضيل اللي بيزيد ده مركزه مساك لكن بيحاول يطع على طول الاسب جلبان من قدامه يلعبها طويلة قدام متعب بيحاول معه حمص يحاول حمص وكور على طول بالرأس الخارج الملعب تبرا بالتماثل النادي الاهل خمستاشر دية من احداث الشوط الأول عزيزي مشاهدي قناة النيل للرياض تعادل سلبي الاسماعيلي والاهل معتصم ثاني يعلي واحدة عالية وقيل جمع وفض فضل تغبط كورة في رأسه كده وتوصل على طول العصام الحضري أمامية الحضري حسام عشور أنيسبو جلبان شديد إيناو معاه في الشمال اللي عبها له على طول أحمد شديد شديد يسيبها البركات البركات الجديد تاني مضغوط عليه عبدالله الشحات والدفع والصفار اهو جيد إيناو على الأرض حمد شعبان جنبه على طول يدي ركلة حرة مباشرة ليه النادي لك هذه عبدالله الشحات وهي جديد إيناو اللعبة تاني بتعادلنا أنيسبو جلبان يلعب الركلة حرة أبو تريكا بو جلبان داخل من ناحية الشمال أمامية عايز يعملها جديد إيناو لكن على طول عبدالله الشحات يحاول لخارج الملعب تماثل الأهلي نلعب نادي الأهلي اللي قيل عودة مع النجم الساحير يوم تسعة هاي رابطة الأبطال الأفريقية الأندير وقيل جمعة وقيل جمعة تاني على طول أحمد عادي يمرارا ماطوعة لكن فيه الدفع من عماد متعب المرة دي لحمص وقيل حمص على الأرض نازل على الأرض كده هو قعد جايله كافة نحندي شعبان بيطمئن عليه صاحب مبوط كبير حمص ولو تأثير كبير قوي في حمل إسماعيل الفريتين إسماعيل والأهلي من موسم تسعة وتسعين ألفين ارتقوا ستاشر مرة في الدوري ومرتين في الكاس ومره في الصوبر مرة الأخيرة كان آخر لقاء في الصوبر المصر اللي انتهى اللقاء بالتعادل واحد واحد وأناهي الأهلي بركالات ترجيح أربعة كبير دقاء الكاسي برضو كانوا الأهلي موسم ألفين واثنين وثلاثة في النهائي فاز الأهلي بركالات ترجيح خمسة أربعة وهي ألفين وستة ألفين وسبعة في النص نهائي المسابقة فاز الأهلي اتنين وصف أما في الدوري ففاز الأهلي ثمان مرات والإسماعيلي خمسة وتعادلة في ثلاث لقاء خرج حمص مع الجاز الطبي تعالج سليم نزل وتلعبت على طول الراكلة الحرة للنادي الإسماعيلي حسن عبد رابو يلعبها الحمص في الشمال محمد حمص استلام جاي معاه متعب لعبها على طول لمصطفى كريم عايز يفوت مع أحصم عشور دفع من عشور لمصطفى كريم براكلة حرة مباشرة للنادي الإسماعيلي أحدى الصفقات الرابحة جدا للنادي الإسماعيلي هذا اللاعب مصطفى كريم لاعب المنتخب الأولمبي العراقي كريم يلعب على طول حسن عبد الربو وحسن والتزديدة يحط جسمه على طول شادي محمد في سكتها حسن رجله تقيلة تخبط على طول في شادي وتتحاول لخارج الملعب رمي التماثل التماثل الإسماعيلي حسن يلعبها ولسه المحاولة ناحية اليمين والعرضية والناحية التانية باستنى عمر جمال لكن على طول احمد عادل معاه هو قدامنا يحول لركنية مراتة العرضية في منطقة الخطورة للنادي الإسماعيلي ضربة ركنية عد عصام الحضري وقف زمايله الركنية للإسماعيلي عمر جمال يلعبها الحمص سيد معوض سيد ورايا وسفارة وتسلل على تسلل على العمر جمال كان جاي من وراه راكلة حرة غير مباشرة للنادي الآن عصام الحضر هيلعبها هيا اللعبة تاني عمر جمال جاي من وراه هو اللي كان في التسلل بيجرى على بكورة مشاركة يعني متداخل عصام الحضر أمامية حسن عبد الربو تخبط فيه توصل لأبو تريكا لسا الحد دروات يا بو تريكا عايز عايز المساحات يلعب فيها مش مدينه لعب الإسماعيلي لأي مساحات عمل واحدة حلوة كده لعماد متعب لكن الدفعة بدهره على طول ياخد راكلة حرة مباشرة من مكان كويس جدا جاي لك العادة على طول جاي يا بو تريكا عشان يلعب راكلة حرة مباشرة من مكان كويس جدا سجل لأبو تريكا وأكثر من لقاء من هذا المكان كان في واحدة كده من نفس المكان تقريبا في لقاء مصر وليبيا في افتتاحية بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت في مصر هنا وسجل منها أبو تريكا أبو تريكا ورامي عادل وعماد متعب على التنفيذ وحائد بشري من حوالي خمسة لعبين من النادي الإسماعيلي وبيقول لهم كم شعبين نلعب على الصفارة داخل على طول رامي يلعبها أول طالع رامي يلعبها سبقها لأبو تريكا تزديدة قوية لكن بجوار القائم تمر وتبع ضربة مارك أبو تريكا أبو تريكا مكمل لسه طالعوا لأحمد عادل استنى ولف رجع تاني لحسام عشور داخل حسام فتح له جديد إنقه في الشمال سبها لأبو تريكا الفنان أبو تريكا داخل تلعب تكورة وداخل منطقة مطالفة وعشور وهدف حسام عشور وهدف هدف أول للنادي الأهلي حسام عشور وهدف بطورة تمريرة تغبط في لاعب الإسماعيلي وتوصل لحسام عشور ليس في موقف التسلل يدخل ويعمل مروع كده لمحمد فتح ويفوت ويلعبها بمهارة في المرمى الخالي هدف للنادي الأهلي في الدهية 21 يتقدم النادي الأهلي بهدف حسام عشور حسام عشور اهوه لسه رجال الاطفاء في الملعب والألعاب النارية مازالت موجودة قد اللعبة تاني اهي حسام عشور دخل وكمل وفات من محمد فتحي ولعبها في المرمى بمهار اهي من بدايتها أبو تريكا يلعبها تفت الكورة على طول توصل لحسام عشور يفوت بمهارة من محمد فتحي ويسجل في المرمى تلعب تكورة على طول معتصم سالم انذار معتصم سالم نادي الاسماعيل هذا الهدف يتعدلنا أكثر من مرة من أكثر من زاوية شيء جميل جدا الحقيقة عماد بيتعب بيوم كان معاه معتصم سالم راكلة حرة مباشرة للنادي الأهلي وانذار لمعتصم سالم حسني عبدالربو حسني عبدالربو داخل حسني يلعب لعبدالله السعيد شريف عبدالفضيل عبدالله الشحاد محمد حمص حمص أمامية يلعب لعمر جمال وعمر يلافي غير اتجاهاته وعريب للشمال يسدد عليها ضربة مرمى كان نسبة استحواز وخطورة أكثر على مرمى عصام الحذري لكن الفرصة بهدف على طول حسام عشور يدخل ويسجل يمكن في أول وصول لمرمى محمد فتحي بعد التزديدة اللي اتعاملت من رامع عادل من ركلة الحرة ومرت بجوار القائم تقدم للنادي الأهلي بهدف حسام عشور اتلعبت ضربة المرمى محمد فض 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 فضل عايز يفوت واقل جمعة في سكيته كده يعقى يعقى ويحجيزه ياخد ركلة حرة مباشرة في يوم كابتن حندي شعبان ركلة حرة هي اللعبة تاني ويف كده في سكيته واقل جمعة حسني عبد الرب عبدالله سعيد عبدالله الشحاد الشحاد للسعيد لحسني حسني على رجل اليمين داخل مش لاقي فرصة لاعب على طول على الارتاني عبدالله السعيد الامامية محمد فض مصطفى كريم والتزديد ده حلوة قوية وحلوة تمر بجوار القائم مصطفى كريم يسدد تمر بجوار القائم ضربة مرمى له اربع اهداف حتى الان مع النادي الاسماعيلي في السبع لقاءات اللي لعبوا من الاسماعيلي في المسابقة هذا اللاعب مصطفى كريم ويعتالي قائمة الهتفين في الاسماعيلي محمد فض لبرسيد خمسة اهداف ضربة مرمى تلعبت على طول امامية توصل لحسن عبد الربو يلعب على طول يدخل احمد عادل ويحاول لخارج الملعب رامي التماس اول اهداف وحسام عشور في مسابقة الدوري هذا الموسم مع النادي الاهلي اللي سجله متقدم به الاهلي على الاسماعيلي حتى الان قادي حسني ووحدة طويلة قدام يلعبها لمصطفى كريم كريم على طول مع فضل وفضل عايز يلعبها لعبدالله الشحات مهطوعة ترد تاني على طول يكمل ابو نيس بجلبان بالرأس تاني راجع على طول عبدالله السعيد يلعبها لعبدالله الشحات لمحمد حمص السعيد تفوت من السعيد تطول يمسك على طول الحضر عصام الحضري الحضري امامية وعالية استني عماد مع معتصم سالم تحصل كورة الحسن عبدالربو تاني معتصم عماد يلعبها معتصم بالرأس ترد من حسام عشون لبركات بركات لأحمد عادل تاني مع بركات دخل من ناحية اليمين مع شريف عبدالفضيل ويع بركات كده هو بيجري مع شريف يلحق شريف وياكو طلبة مار من نادي الإسماعيلي ويع محمد بركات على الأرض اهي اللعبة تاني تعد لنا ويع بركات ودخل له الدكتور إيهاب علي طبيب الفريق نتمنى له السلام وبركات لعيم مؤثر النادي الآهل عنده لقاء هم جدا لقاء قومي في نهاية رابطة الأبطال الأفريقية الاندية مع نجم الساحل التونسي تمنى له كل التوفيق قاء لمصر كلها مش بس للنادي الآهلي بطولة كبيرة خارج بركات مع جهاز الطب نتمنى له كل السلام اهو معاك جهاز الطب دكتور إيهاب علي ما قلنا عليه واتلعبت الكورة حسن عضربه محمد حمص عبدالله الشحاد الشحاد المرارة على طول عبدالله السعيد السعيد مضغوط عليه محتفظ لسه بالكورة لكن راجع بها للخلف ضغط عليه احمد شديد إيناوي لعبها الحمص سليم بركات هينزل اتلعبت الكورة على طول سيد معوة قال للأداء في الجهة اليسرى للنادي الإسماعيلي بقال له حوالي أربعة وخمس كان فيه ضغط على طول لسيد معوة وعمر جمال ركلة حرة لنادي الإسماعيل سيد معوة لسه بركات بيطل بالإذن بالنزول خد شباله لسه كابت الحمد شعبان تلعبت الكورة سيد معوة داخل سيد سيد والعرضية داخل منطقة عمر جمال عمر ويعمل عرضية وعالية ناحية التانية حمص يرضى حمص لكن ما فيش حد على طول يطلع حسام عشور أمامية لسه بركات على الخط خارج الخطوط نزل أهو شافوا كابت الحمد شعبان سمحوا بالنزول تلعبت الكورة على طول عبدالله السعيد يمررها أمامية ومصطفى كريم والدفع عبدالله على طول وركلة حرة عبدالله الشحات عبدالله الشحات أهو على الأرض يشتكل الكابتن حمد شعبان ركلة حرة مباشرة بالمكان كويس جدا للنادي الإسماعيلي أهي هنسبو جلبان والدفع عبدالله واضحة لعبدالله الشحات والركلة الحرة المباشرة للنادي الإسماعيلي حسنا عبدالربو بردو زي ما بنقول على بوتريكا بيسدد قاعدة كاتل حند شعبان بيتكلم ويقول لهم اللعبة على الصفارة وحسنا عبدالربو وسيد معول الاتنين جنب الكورة تقدم للأهلي بهدف نظيف أحراز وحسام عشور بديها واحد وعشرين حسنا عبدالربو خليق الرأس كده حسني بيوقف الحرة البشر كابت الحمد شعبان وداخل حسني حسني يلعبها ترسل من العرضة يا سلام عليك يا حسني يا عبدالربو ويا سلام على عرضتك يا حضري تزديدة جميلة حلوة حسني عبدالربو هذا الحضر على طول نزل على الأرض كرة يعني هزت المرمى الحقيقة أهي ترد من العرضة تزديدة في مكان خاتل يعني لكن العرضة لها بالمرسال ترد على طول العبدالله السعيد اللي بيسدد عالية فوق فوق العرضة ضربة تزديدة حلوة من الحسني عبدالربو حسني عبدالربو تسجل ثلاثة أهداف حتى الآن حسني عبدالربو مع النادي الإسماعيل أما النادي الأهلي تهدافه حتى الآن أبو تريكا برسيدة أربعة أهداف حمد بركات ثلاثة حسن حسني هدفين وهدف لكل من شهد محمد وحسن مصطفى وهدف لحسام عشور اللي لسه مسجله متقدم به لأهلي حتى الآن على الإسماعيل أما النادي الإسماعيل هدفينه أما الفضل خمسة مصطفى كريم أربعة حسن عبدالربو ثلاثة محمد حمص وعمر جمال لكل من هدف سليم عصام الحذري هيلعب ضربة المرمى لكن تزديدة جميلة الحقيقة من حسن عبدالربو هي الأبرز في هجمات الإسماعيلي حتى الآن الحذر أمامية بالرأس يلمس أحمد عادل حسن عبدالربو يحروسها لمحمد فاتح فاتحي شريف عبدالفضيل داخل شريف مكمل قدامه مساحة لسه ما فيش حد ما قبل ودخل في ملعب النادي الأهلي عملها لعمر جمال يعمل مجهود لكن الكرة رفع على طول المساعد إنها تخطط حدود الملعب وتبقى رمي التماس للنادي الأهلي هي اللعبة تاني رمي التماس للنادي الأهلي تلعبت على طول أبو تريكا بالرأس خارج الملعب ترد الكرة تماثل لنادي الأسماعيل هيلعب سيد معاوض معاوض يلعبها ليه محمد فاتح تطول من فاتح ياخد حسام عشور صاحب هدف اللقاء الوحيد يزقها الوائل جمعة يلحق وائل كان قريب منها مصطفى كريم زهارة على طول في الشمال لحمة شديدة إيناوي إيناوي أماميه لعماد متعب معاوض معتصم سالم في كل مكان زقاهم كامل متعب متعب تولت الكرة من متعب خارج خطوط الملعب تماثل الإسماعيلي حسني عبد الرب داخل حسني مكمل ثات من عماد متعب وابو تريكا ولعبها لمحمد حمص حمص يرجع لعبد الله الشحاد على الأرض عبد الله السعيد السعيد يلعب على طول السعيد لحسن عبد الرب داخل من ناحية ريمين كامل مع عبد الله السعيد لعب واحدة عرضية وعالية وعمر جمال يلمس بالرأس كده لكن تروح بعيد عن المرمى فيه حاول عمر بيتحرك كتير ضربة مرمى للنادي الأهلي عصام الحضري هاي من ركلة الحرة الجميل للتزديد الحلو اللي عملها حسن عبد الله لعب يجيد في كل المراكز رجله ما شاء الله يعني عارفة طريقة المرمى واد الهدف حسام عشو مروغة الجميلة العمالة لمحمد فاتحي وسدد في المرمى الخاني اتلعب تكور عمر جمال 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 يلعبها المصطفى كريم لكن يلحق على طول يلحق في توقيت نموزاجرة معادل ويزقها كده قبل ما توصل لمصطفى كريم توصل لعصام الحضري الحضري امامية معتصم سالم يرد على طول توصل لحسام عشور احمد شديد اناوي اناوي داخل اناوي عنيس بو جلباني عنيس يرجع لرامي عادل رامي بدوره يرجع لشادي يغير في اليمين لواء الجمعة سلاسي خط الظهر للنادي الاهلي رامي وشادي وجمعة توصل لحسام عشور شديد اناوي الباك الشمال شديد مع عبدالله الشحات كالعادة الباك اليمين للنادي الاسماعي اللي بيقابله دايما خصها مع عشور يرجع تاني لشادي وشادي يرجعها للحضر يمي يقدرش يمسك رايح له عمر جمال يلعبها طويلة قدام بيحاول بيحاول بركات مع معتعب مع مع معتصم سالم معارب معتصم ياخد رامي التماثل لإسماعيلي معتصم حسن عبدالربو عبدالله السعيد أمامية مصطفى كريم كريم يلعبها لعبدالله الشحات عشور بركات أحمد شديد يناوي شديد من قدامه حمص قاطع شريف عبدالفضيل داخل شريف يلعبها لعمر جمال عمر بيتحرك في كل مكان داخل عمر وفايت وعمل العرضية والجمعة يحاول على طول الناحية الثانية خارج الملعب رامي التماثل اتعاملت لعبة على طول عبدالله السعيد سيد معوض سيد 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 بيوسع زعم العرضية ولعب العرضية قافل عليه على طول أحمد عادل تخبط في عادل وتتحول لخارج الملعب ركنية للنادي الإسماعيلي هذا أحمد عادل قدام هذا الحاضري التماثل للنادي الإسماعيلي من ناحية الشمال لفي قدامنا هو في البدلاء النهاردة اتلعبت الركنية على طول يطلح حسام عشور خارج الملعب لسه ما خرجتش يدخل ويكملها خارج الملعب على طول الشريف عبد الفضيل بيلعب يتنوبه كده مراقبة عماد متعب هو المعتصم سالي تبع رامي التماثل النادي الأهلي البدلاء الفريتين النهاردة النادي الإسماعيلي محمد صبح إسلام طاهر محمد العتراو أحمد سمير فرج يوسف جمال أطندا نيجيري أحمد عبد العزيز مودي أم أبو دلاء النادي الأهلي أمير عبد الحميد محمد سمير إسلام الشاطب حسن مصطفى أحمد صدي عسامة حسني وفلافي رامية التماثل النادي الأهلي تلعبت على طول أبو تريكا يلعبها لحسام عشور أنيس بو جلبان أنيس داخل أنيس في نصف ملعب الإسماعيلي راح ناحية الشمال لسا مع عمر جمال رجع للخلف لرامي عادل لشادي محمد شادي لوحده على مهله خالص رجع تاني على طول لرامي عادل أبو تريكا يستلم يلعب على طول لوائي الجمعة في اليمين وائي الجمعة أمامية من وائي لعماد متعب معاك العادة معتصم يتعب معتصم لعمر جمال وعمر يجري مصطفى كريم واحدة أمامية وكريم داخل وخرج الحضري وإيه لكن شادي محمد وعلى طول الحضري تاني يمسك أكتر وإيه مصطفى كريم اتعاملت كرة أمامية خروج كده من عصام الحضري فيه يعني عدم توفيق أو عدم تقدير له الكرة لكن شادي محمد كان على طول آيم بالحراسة للكرة أطع أهي اللعبة بتتعاد أكتر من مرة اتلعبت على طول كرة رمي التماس للنادي الأهلي ما تلعبتش من مكانها فاولة أو التبع على طول الإسماعيلي معتصم سالم يلعبها لحسن عبد الربو يلعب لشريك عبد الفضيل سابها ليه عبد الله الشحاد كان موجود إسلام طاهر لحد اللحظات الأخيرة قبل اللقاء في الجهة اليوم لنادي الإسماعيلي نازل عبد الله الشحاد حسب رؤية الجهاز الفني هذه كرة أمامية وعالية وصفارة من حند شعبان لدى راكلة حرة مباشرة للنادي الأهلي هي اللعبة تالي رمي عادل مع محمد فضل راكلة حرة مباشرة للنادي الأهلي تقدم للأهلي بهدف نظيف حتى الآن أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة نلعب في الديع تسعة وتلاتين من أحداث هذا الشوط الشوط الأول الهدف جي في الديع واحد وعشرين بقدم حسام عشور الحضري أمامية عبدالله السعيد يرد عمر جمال حمص أمامية أعطى على طول وقاء الجمعة واحد محسام عشور يلعب لأحمد عادل في اليمين عادل أبو تريكا أبو تريكا يغير اتجاهاته يلعبها حلوة بشريق له المتعب لكن معه معتصم سالم ترجع تاني لأبو تريكا يلعبها عايز يعملها في الشمال لأحمد شريد إيناوي أعطى عبدالله الشحان لعبها طويلة قدام مصطفى كريم دخل معاه رامع عادل وحول الكورة الخارج الملعب رامية التماس للنادي الإسماعيل رامية التماس تلعبت على طول لحسني عبدالربو معتصم سالم حسني عبدالربو حسني يكمل وداخل في النصة ملعب النادي الأهلي عايز يعمل البينية رجعت له تاني محمد فضل وفضل ومجور من واحد والتاني وداخل وداخل المنطقة ليس فيها خطورة لكن يقطع شادي شادي في توقيت كويس جدا حمص داخل حمص يلعبها حلوة مصطفى كريم مصطفى كريم وتسلل تسلل مصطفى كريم راية وصفارة وركلة حرة غير مباشرة تسلل لعبها مصطفى كريم هذه كعبتين حمد شعبان رافع عيده وهذه اللعبة تاني التقدير لستيديو التحليل كابتين عبدالفتاح حسن وضيفي وضيف القناة كابتين وسامة خليل وكابتين فتح مبروك اسمين كبيرين عصام الحضر يلعب الركلة الحرة الغير مباشرة أمامية ترد من معتصم سالم ترجع تاني لعصام عصام هذه كابتين اسماعيل حفني عصام الحضر عالية تفوتوا الكورة عمد متعب بالرأس يلعبها بركات معا شريف عبدالفضين يلعب شريف بالرأس ويكمل حسن عبدالربه أمامية وعالية رامي عادل يردها تاني على طول عالية مشتركة حمص تدخل توصل لفضل وفضل على طول سيد معاوض سيد معاوض داخل من ناحية الشمال السيد يكمل معاه فضل عملها الفضل من وراء واقل جمعة وداخل فضل لكن يلحق أول ويحط رجله تخبط الكورة وتتحول لركنية عملت حلوة ما بين سيد معاوض وفضل لكن لحق واقل جمعة بخبرة السنين وحط رجله في سكة الكورة عشان تخبط تحول لركنية للنادي الإسماعيل هذه اللعبة اللي كان فيها التسلق اتلعبت الركنية على طول تزديدة حلوة قوية تزديدة حلوة جدا اتعاملت مصطفى كريم هذا اللعب القطير يعملها على طول الركنية تفوت واقف لوحده تماما ومرجح رجله وسدت تزديدة قوية جدا لكن على طول تتحول وركنية تانية الإسماعيلي وقاطعه على طول المرة دي ضربت مر هذه اللعبة تانية مصطفى كريم اطراف أصابع عصام الحضر معاها تحولها فوق العام الركنية تانية تتلعب على طول تتحول من خارج الملعب ضربت مر صار الحقيقة شوت ممتع حتى الآن ما بين الفريقين محاولات إيجابية على المرميين خاصة من النادي الإسماعيلي في محاولات النادي الآلي على مرمى الإسماعيلي محدودة جدا أبرزها الهدف اللي تسجل من حسام عشور تلعب تلكورة على طول وسفارة من حند شعبان وركلة حرة مباشرة للنادي الإسماعيلي حسن عبدالربو عبدالله السعيد يلعب على طول عبدالله الشحات في اليمين تاني عبدالله السعيد حسن عبدالربو كل فريق نادي الله اللي راجح في نص ملعبه حسني داخل حسني وحسني وعلق واحدة داخل منطقة ووقي الجمعة عام المباراة كبيرة أوي ووقي الجمعة حتى لا عملها بالرأس ولحف في توقيتنا موزاجي أبن محمد فضل تروح الكورة عند مصطفى كريم لكن فيه دافع لأحمد عادل مصفر حمد شعبان ومد ركلة حرة أهي هذا الشد من مصطفى كريم لأحمد عادل والركلة الحرة المباشرة للنادي له وصلنا للديئة 43 من أحداث الشوط الأول أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة تقدم للأهل على اسماعيلي بهدف أحراز وحسام عشور في الديئة 21 اتلعب تبكورة على طول أحمد عادل بالرأس وائل جمعة عمر جمال ياخد تاني وائل جمعة آتى على طول لرامي عادم أحمد شديد إيناوي أنزمو جلبان أحمد شديد أمامية حسن عبد الرب وآرب بالرأس يرجحها لمحمد فاتف كان بيحرص مرمى المنتخب العسكري في الهند في بطولة العالم العسكرية محمد فاتحي اللي أحرص لقافة منتخبنا العسكري توجه له بكل التهنئة المرة الخمسة اتلعبت الكورة على طول عمر جمال عمر عمر داخل من ناحية اليمين زنقها على طول عبدالله الشحاد لمحمد حمص يعلىها على داخل المنطقة أحمد شديد إيناوي طالع على طول ويكمل رامي ترجع الكورة عمر جمال عبدالله الشحاد السعيد لحسن عبدالربو أمامية مصطفى كريم على الأرض على طول ملعوبة وإتاحة الفرصة بيديها حند شعبان تتلعب من حمص مقطوعة وردها على طول من رامي عادل ورايا وسفارة تسلل على عماد متعب يلعب الواحده قدام عماده ركلة حرة غير مباشرة ليه أهي اللعبة ركلة حرة غير مباشرة ليه نادي الإسماعيلي تلعبت على طول عبدالله السعيد السعيد حسن عبدالربو محمد حمص حمص أمامية مصطفى كريم وفاة كريم كريم والعبة في الزاوية الضياء وتاني عصام الحضر يتألق اتعاملت واحدة قبل كده تنسيطة قوية جدا اتعاملت من ناحية الشمال وصدع عصام الحضر المراد من ناحية ليمين مصطفى كريم اهي تاني قافل الزاوية على طول الحضر وتخبط الكورة وتتحول لركنية دربة ركنية للناديل اسماعيلي هذا الحضر هو وهذه اللعبة للمرة التالي اتلابت على طول الركنية وعمر جمال وعمر جمال وهدف التعادل هدف التعادل محمد حمص محمد حمص اتعاملت لكن عمر جمال هنشوفها تاني عمل تنويه بجسمه يعني معبروش دلعائب كبير قوي عمر جمال اتلاعبت له الركنية وصيارة موه كده في جسمه وفات من وسط التين وعمر العرضية وحمص في المعاد والمكان يقابل بالرأس ويغير اتجاهها قوية جدا بالرأس في المرمى هدف التعادل هدف التعادل في جهة الاولى هدف التعادل محمد حمص هدف عمر جمال بالاستلاء خير خد التين في ظهر وعمرها على طول ويرجع لها كده بالانخارب لمحمد حمص واتهى كل قوته راجع برأسه كده وكل قوته برأسه يلعبها يسجل هذا بالتعادل في الديها الاولى من الوقت المحتسب من الانتاع محمد حمص يتعادل واحد واحد الاسماعيل والاهلي يتلعب تبكور هده حمص محمد حمص يلعب على طول الهدف التاني له هذا الموسم مع الاسماعيل حمص ابو تريكا ابو تريكا مضغوط عليه تلزاق كرة تصل لمصطفى كريم كريم يلعب على طول داخل منطقة والتزديد عمر جمال عمر جمال عالية قوية لكنها عالية ضربة مرمى للنادي الاهلي شوت جميل اوي من الفريتين المحاولات الهجومية اكثر بكثير للنادي الاسماعيل عن النادي الاهلي المحاولة الوحيدة هي هو اللي تسجل منها الهدف للنادي الاهلي عن طريق عسامة عشور اتلعب تبكورة بركات لمتعب ماطوعة تاني بركات لكن شريف عبد الفضيل قاطع عبدالله السعيد مصافة الكافتر حمدي شعبان في لاعب واع من النادي الاسماعيلي داخل المنطقة ورافع عيده كان كان في حمدي شعبان مد ركلة حرة غير مباشرة هادي بعض الانفعالات في الشوت حتى الان متعدلنا فيهم حسني سليم حسن عبدالربو هو اللي كان واع سليم خارج مع الجاز الطبي واحد واحد حسام عشور ومحمد حم وشوت جميل من الفريفين هادي هدف التعادل لمحمد حمو لكن التنويه اللي عمله لمهارة عالية عمر جمالي الحقيقة هي هادي احمد عادل وحسام عشور وموه بجسمه كده وبقى الوحده تماما وعمل عرضية مستريح جميلة الحموص اللي سجل منها هدف التعادل يتعالج حسني ولزل وتلطنق في هذه اللحظات عزائي مشاهدني خناة النيل للرياضة صافرت نهاية الشوت الأول ملكات الحمد الشعبان بتعادل الفريقان الإسماعيلي والأهلي إيجابيا بهدف لكل منهما حسام عشور لدهالي في دياء واحد واحد مرة ثانية عزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة وجد تحية بحضراتكم محديسكم كمال جابر وأحداث الشوت الثاني من هذا اللقاء الإسماعيلي والأهلي تهت أحداث شوت الأول بتعادل الفريقين إيجابيا الشوت الثاني حضرتكم معنا في مخصورة أستاذ الإسماعيلية هيبقى الإسماعيلي على شمالنا والأهلي علي مننا تغيير وحيد يتعامل مع بداية أحداث الشوت الثاني خارج أحمد عادل باكي اليمين ونزل في الأبيو عشان يلعب هو وعمد متعب يبقوا اثنين راس حربة قدام يلعب بعمد متعب الواحد وفي الشوت الأول بقى بركات كده باكي يمين صريح في الشوت الثاني بدأت أحداث الشوت الثاني طرع على طول ملعوبة لسيد معوض سيد دخل من قدامه بركاته وبدأ يوم بمهام الباكي اليمين دفع من سيد معوض والركلة الحرة المباشرة لبركاته والنادي الأهلي واحد واحد هدف كان تقدم الأهلي بيه عن طريق حسام عشور في الدية واحد وعشرين وتعادل الإسماعيلي عن طريق محمد حمص في الدية الأولى من الوقت المختصف بدل ركلة حرة مباشرة يلعب عصام الحضري اتلعبت أمامية وعالية معتصم سالم بدأه هو يظهر مع فلافيو اتلعبت لعماد متعب على طول لأبو تريكا أبو تريكا أبو تريكا والعرضية وفتح يمسك على طول عمل عرضية تلعب محمد فتح ومسكها يلعب طويلة قدامه وعالية بالرأس رامي عادل خارج الملعب التماثلي الإسماعيلي اتلعبت على طول مصطفى كريم عبدالله الشحات بنفس تشكيله بأبدأ الإسماعيلي في الشوت التاني اللي بدأ باللقاء عبدالله السعيد أمامية عمر جمال عمر جمال واحد من الأبرز اللاعبين في المبارسة لعبدالله الشحات لعمر جمال جمال يغير اتجاهاته مع أحزم عشور لعبها الحمص تاني عمر جمال في اليمين منكمل عمر هيعمل العرضية لف لسه بريكل الشمال عمل عرضية داخل المنطقة يطلع على طول رامي عادل مصطفى كريم يطلع على طول واحد الجمعة من قدامه ترد من المعتصم سالم لسيد معوض سيد معوض داخل من ناحية الشمال معه بركات سيد سيد وبركات داخل سيد لسه معه بركات يتشد كده من بركات وياخد ركلة حرة مباشرة سيد معوض من نادي الإسماعيل اهو يتشد كده من بركات من رئابته دائما ما ابتبع فيه مباراة خاصة ما بين الاتنين بركات دائما بيقابل كان سيد معوض لكن في شط الأول ما كانش بيحصل ده لانه كان فيه أحمد عادل باقي يميد كانوا بيدعموا بعض قبل اللقاء وما بيسلموا على بعض بركاته سيد معوض يتبادلوا كده الابتسامات حسن عبد الرب يلعب الركلة الحرة أمامية وعلى طول عمر جمال يحاول يوقف تهرم منه خارج الملعب تبقى دربة مرمى للنادي إلى راجع عمر جمال هو هو اللي صنع هدف التعادل لما استلم من الركنية كده وغير اتجاهه ولم باتنين لعبين من نادي الأهلي عسام عشور و رامي عادل ويلعب العرضية الحمص اللي سجلها على طول بالرأس في المر يتلعب تكورة لخارج الملعب تماثل النادي الأهلي أحمد شديد إناوي عسام عشور شديد يلعب يحط رجله على طول حمص صاحب هدف التعادل وكافتين تيم الإسماعيل اللي تبقى رامي التماثل للنادي الأهلي لعب على طول عماد متعب نازل هو فلص المال عماد حمص يستخلصها الفضل داخل فضل مكمل فضل فضل من قدامه راجع أنيس قطع على طول أحمد شديد إناوي أمامية لعماد متعب فدهروا على طول شريف عبد الفضيل الدفعة وسفارة حد شعبان ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي هاي اللعبة اتلعبت على طول الركلة الحرة تطول خارج الملعب وتبقى رامي التماثل للنادي الإسماعيلي معتصم سالم يلعب معتصم أمامية العمر جمال يدخل على طول هذه الجمعة قبل عمر ويحاولها لخارج الملعب تماثل الإسماعيلي تلعبت على طول سيد معوض سيد بيقابلوا أنيس بو جلبان داخل سيد تخرجوا كرة خارج الملعب من سيد معوض تبقى رامي التماثل النادي الأهلي هلعب محمد بركات بركات يلعب على بوتريكا ماطوع تخبط في بوتريكا وتحول لخارج الملعب تماثل الإسماعيلي عمر جمال عمر جمال بيفود بمهارة من أنيس بو جلبان وداخل وعمل على طول لمصطفى كريم عايز يزند على فضل ماطوع ما تكملش ياخد أنيس بو جلبان ويتشد من فضل وياخد ركلة حرة مباشرة النادي الأهلي تلعبت على طول بركات أبوتريكا لفلافيو يلعب ماطوع على طول ترجع تاني لفلافيو يلعب على الأنيس بو جلبان أنيس مضغوط عليه يلعب على طول ماطوع في السكة من عمر جمال وعمر يلعبها المصطفى كريم مع رامع عادل يوع كريم وياخد عادل يلعب لأبوتريكا أبوتريكا داخل أبوتريكا يلعب أمامية لعماج متعب أطع على طول شريف عبد الفضيل من متعب ويلعبها لعمر جمال لشريف عبد الفضيل وشريف والعرضية وعمر جمال يطلع ترجع لمصطفى كريم لكن والجمعة اللي يطلع ترجع لمصطفى ويلحق تأدي وقع على طول ويحول لفارج الملعب اتعابل السريعة جدا من عمر جمال وشريف عبد الفضيل والعرضية والجمعة يحول لركنية ركنية للإسماعيلي سيد معور لعمر جمال جمال داخل جمال من ناحية اليمين لعبها لسيد سيد لسه مرجعش المكان ولسه في الجهة اليوم لعب له حمص حمص لمصطفى كريم مصطفى يفوت من وقع الجمعة وعريب له الشمال والتزديدة والمتابعة من فضل يا سلام عليه تزديدة حلوة جدا اتعاملت المصطفى كريم وصدت اكمل من الحضر والمتابعة من فضل فوق العرضة ضربة برد هاي تزديدة قوية جدا وقت خطوتين ثلاثة قدام عشان ييفل المرمى الحضر بمهارة يلحق وهي يحول على طول والمتابعة من فضل فوق العرضة وضربة المر الحضر امامية ترد على طول من عبدالله السعيد حمص يلعب لمعتصم سالم حسن عبد الرب يفوت كده من فيلابيو ويلعبها طويلة قدام لعمر جمال عمر عزعم العرضية تغبط فرامع عاجل وتتحول نروف مي السيطرة واستحواز للإسماعيل استمرا من شوط الأول ومحاولات للتهديم غير في بداية الشوط التاني مانو الجزين ونزل فيلابيو عشان يخفف الضغط ويلعب مع عمال بيتعب قدام لكن لحد دلوقتي لسه ما زال سيناريو الشوط الأول ضغط الإسماعيلي الرقلية لعب من سيد معوض وكريم عايز يستحوز عليها لكن من قدامه على طول توصل تاني الفضل يلعبها لسيد معوض ما يلحقش سيد وتبقى ضربة مرمى للنادي الأهل ضربة مرمى هيلعب عصام الحضري واحد واحد النتيجة بيلعب فيها التامة من أحداث الشوط الثاني اتلعب دكتورة على طول أمامية بالرأس فيلابيو يزعبها لعماد متعب من قدامه شريف عبد الفضيل معاه على طول شريف مع عماد ومعتصم سالم مع بلابيو هذا أبو تريكا أبو تريكا أبو تريكا مع عبد الله السعيد يرجع على طول تاني وفيه أخطور أحمد شديد إناوي التزديدة وفتحي يمسكها أحمد شديد إناوي التزديدة برجل الشمال ويمسك على طول محمد فتحي يلعب لحمص حمص يلعب ويحط رجله بلابيو يرجع تاني لمحمد فتحي ده يمكن تزديد أحمد شديد إناوي أول اختبار لمحمد فتحي في اللقاء بعد الهدف هدف اللي سجله حسام عشور هذا عمر جمال عبد الله الشحار عايز يرجع تاني لعمر جمال يحول حسام عشور وكوره لخارج الملعب تماثل إسماعيل اتلعبت لمصطفى كريم في ظهره رام عادم كريم عازي فوت رامي يطع رامي ويلعبها طويلة قدام فارج الملعب رامي التماس التماس للإسماعيلي رامي التماس يلعبها شريف عبد الفضيل سابها لعبد الله الشحار عشان يفضل هو مع عماد متعب الشحار اتلعب تاني من شديد إنه وتتحول لفارج الملعب تماس يلعبها عبد الله الشحار عمر جمال الشحار يغير اتجاهاته ويفوت كده من حسام عشور ويلعب لعمر جمال عايز يعملها تاني للشحار مطوع على طول من احمد شيدي اناوي الدفع من الشحات الجديد وركلة حرة مباشرة ليه النادي الآخر تابعة من الزملاء الصحفيين في هذا اللقاء سيد ابراهيم الاهرام محمد عطية جمهورية سيد فلاح مجلة الإزاع والتلفزيون خالد الظواهر المصري اليوم محمد بشار المساء سليم عطلعال إنه طبعا القنوات والإزاعات شايف إسلام طاهر آمي سخن من بدلاء النادي الإسماعيلي بيلعب في مركز الباك اليمين إسلام طاهر ومعه أيضا العتراوي الاتنين بيسخنوا اتلعب تكور على طول مصطفى كريم يفوتها فضلي لكن على طول قاطع بركات توصل عبدالله الشحات في اليمين الشحات لعمر جمال عجبنا أهو أداء عمر جمال الحقيقة عمر والعرضية من عمر جمال وعالية والحضر يطالع معها على طول مترقب ويمسك الحضر يسلم على طول البركات أنيس بو جلبان أنيس معه حمص يضغط حمص وياخدها حمص وأنيس جدا وضغط على طول حمص ولعب لفض فضل العمر جمال بتلاقيه في كل مكان جمال جمال داخل جمال يلعب العبدالله السعيد لمحمد حمص حمص فتح له سيد معوض لعب هالو سيد معوض هيلعب العرضية سيد ولف العرضية هواء الجمعة يحول لركنية لف سيد العرضية هواء الجمعة يحول لركنية ركنية للإسماعيلي ضغط لا يزال مستمر للإسماعيلي حتى الآن وتعادل إيجابي هو النتيجة نلعب في الدية 12 من أحداث الشوت الثاني عزائي مشاهدي قناة النيل للرياض مباراة جميلة الحياء من الفرئتين فرئتين كبار الحياء إسماعيلي والأهلي دايما لقاياتهم تحظى بين الدية والإصارة والمتعة حمص تلعبت له سيارة لسيد معور ده عمر جمال عمر عمر يرجع تاني الحمص وحمص العرضية ومعتصم سالم الرأسية لكن بعيد عن المرمى عرضية حمص ورأسية معتصم بعيد عن المرمى ضربة مرمى ليه النادي الأهلي بنقول كتير يسمع صامي الحضري أهلي اللعبة تاني على طول الحضري أمامية وعالية في الأبيو مع معتصم سالم توصل لحمة شديد إيناوي حسام عشور في الأبيو لجديد إيناوي داخل شديد عرضية سيد معوض آطع ياخد سيد ماشي سيد نكمل سيد لعبها الحمص وحمص عايز يلعب أمامية تغبط في رجل عماد متعب تحول لخارج المال هدي حسن مصطفى قدامنا يسخم برضو معاك دلجو بخطة الأحمال في النادي الأهلي البرتغالي قتل عبت على طول رمية التماس لحسن عبدربو ما بيزيدش من بداية الشوت الثاني حسني بيلعب كاليبرو سريح بيزيد في الشوت الأول كتير وهدي واحدة هاتو خد فض وعبدالله الشحات لكن ما يلحقش الشحات تغرب الكرة خارج الملعب وتبقى دربة مرمى للنادي الآن راجعوا عبدالله الشحات كان بيغيب عن اللقاء الماضي هو وعمر جمال وشريف عبد الفضيل لقاء الإسماعيل وإنبل اللي انتهى واحد واحد في الأسبوع التاني اتلعبت الكرة على طول أتصم سالم يورد حسام عشور شديد إناوي رجحها الرامي عادل ورامي بدوره يرجحها للحضري عشان يلعبها قدام الحضري طويلة قدام فعلا وعالية من الحضري عند ابوتريكا وفلافيو يدخل ابوتريكا بالرأس لعماد متع يلعبها لفلافيو داخل فيلافيو بيفوت فيلافيو على ريجل الشمال داخل وفيه لعب واحد من إسماعيلي هاتخد ما تكملش يدخل حمص وتاني حسام عشور والتزديدة أرضية قوية زحفة بجوار القائد دربة مرمى معتصم سالم واعع هو على الأرض وهذه اللعبة تاني وتزديد حسام عشور لنصفر حد شعبان واقف عشان نطلقناها نعالق معتصم سالم قد الكافتين إسماعيل حفني تولى المسؤولية من الكافتين طه بصري أول لقاء خاده كان مع كوارا يونايتد النجيري كان في دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية وفاز هنا الإسماعيلي بهدف نظيف لكن كان بعد ما يعني تأكد خروجه صعد المريخ عن هذه المجموعة المريخ السوداني تقم مع السفقس التونسي في النهاية في الكونفدرالية تاني لقاءه كان الأسبوع الماضي مع أمبيوتاه واحد واحد كان اضطرت جونسون في هذا اللقاء لعب الإسماعيلي شوت التاني كله ناقص لعب خرج معتصم سالم مع الجهاز الطب تعالج ونزل سليم وتلعبت الكرة على طول أمامية عمر جمال لسيد معوض وسيده العرضية وفضل يحط رأسه لكن على طول واقي الجمعة يطلع توصل تاني لحومص يزقاه من قدامه في لافيو توصل لحسن عبد الربو بدأ يزيده ولم من وسط اتنين بمهارة المهارات في تيم الإسماعيلي ما شاء الله سيد معوض سيد معوض والعرضية وعالية والحضري طالع أعلم لكل يمسك وينزل بكرة الحضري بيده على طول لابوتريكا أبوتريكا داخل أبوتريكا واحدة عرضية وعالية ومعتصم سالم قبل بلابي ويطلع ويكمل على طول عبدالله الشحان توصل لرام عادي حسن عاشور أبوتريكا محمد أبوتريكا أمامية عماد متعب استلم عماد داخل منطقة وعدل وعاليق اليمين والعرضية وفي لافيو في القائم وترد لكن الكرة تخاطف حدود المنعب في لافيو أول ظهور له في تهديد مرمى محمد فتك هذه على طول عماد متعب يبحث على الرأس في لافيو والقائم وترد الكرة على طول تخرج خارج الملعب وتبقى ضربة مرمى هاي بنشوفها للمرة التالتة فاتت على طول وهطى في لافيو على طول وبالرأس يلعبها لكن في القائم ولخارج الملعب ضربة المرمى لليسماعيل بيلعب في نفس التوقيت الاتحاد والألمونيوم في اسكندرية في إطار مباراة الأسبوع التاسع في لقاء الساعة السابعة ما بين الزمالك وغزل المحلة تختتم مباراة هذا الأسبوع باكر إن شاء الله بلقاء بلدية المحلة وإنبي والمقاولين وحرس الحدود هذه كرة على طول من عمر جمال عرضية تتحول لخارج الملعب تماثل الإسماعيلي رمي التماس تلعبت ليه عبدالله السعيد سيد معوض سيد سيد وعرضية نموذجية عرضية نموذجية ورمي عادل برأس ويحول لرقنية عرضية حلوة جدا اتعاملت من سيد معوض وقاطع فضل معاه لكن على طول قد رمي عادل قبل فضل يحول لرقنية ضربة رقنية للنادي الإسماعيلي تتوالى الرقنيات في الشوت التاني وفيش ولا رقنية لحد الوقت للأهلي في الشوت التاني اتلعبت على طول ومعتصم سالم يبزي المجهود ويلحق فعلا المعتصم معتصم سالم يلعبها تخبط في شهده وترجع له تاني يعمل على طول عضل للشحات والشحات رمي عادل قاطع عامل مبارك وقيسة رامي قاطع على طول يزقها أمامية لحمد شديد إيناوي وإيناوي يلعبها توصل لحسن عبد الربو يرجع على طول حسن عالية عند رامي عادل وفات يرد رامي حمص ياخد حمص والتزديدة وتزديدة من حمص يا سلام عليك يا حمص مرجح رجله وخطفها في مكان صعب جدا لكن الحضر الحضر يتقلق ويلحق بأطراف أصابه ويحاول فوق العرب أهي تاني عمل البند خفيف كده وخطفها كرباك كده قوية جدا في مكان صعب يحاول الحضر الركنية هتلعبت الركنية سيد معور يلعبها يطلع على طول أنيسبو جلبان أمامية ثلاثة على ثلاثة بيحاول لكن الحسن يرد تنزل كرة لفلافيو فيلافيو ما زال الوضع ثلاثة على ثلاثة داخل فيلافيو وعريف للشمال دخل منطقة وتزديدة لكن بعيد هلاش يتراحك بعيد تزديدة قوية لكن بعيد بخوار القائم تمره وتبع دربة مارمة أهي تاني دربة مارمة للنادي الإسماعيل هيلعب محمد فتح لا زال التعادل إيجابي واحد واحد ما بين الفريقين أعزائي مشاهدي خناة النيل للرياضة نلعب في ديها تساعتاشر من أحتاج الشو التاني أحد أبراج الإضاءة أطعت منه الإضاءة الغرج اللي على شمالنا في المواجهة كده لو حضرتكم معنا في مخصوص الإسماعيل هاي هو الغرج على طول الغرج الإضاءة أطع تعدين هي حكاية أفراج الإضاءة كان أطع أيضا باللقاء الإسماعيلي وإملي اللي كان على ملعب روثمان أحمد روثمان فضل ياخل محمد فضل لعمر جمال عمر صالح له سيد معوض سلم على طول كده فوض عمر جمال على أساس المسيادة معوض وراء بركات أطع عليكم بركات فلابيو فلابيو معهم أعتصم سالم وسفارة حن الشعبان تبدي فلابيو والنادي الأهلي ركلة حرة مباشرة هادي اللعبة تانية على طول مستعدين هادي فلابيو قدامنا ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي هايل عبوا الجمعة جمعة عالية عند فلابيو مع معتصم سالم يرد معتصم حمص يستلم حمص العبى طويلة قدام حسام عشور حسام يلعب لفلابيو فلابيو برجل الشمال تزديدة ضعيفة يمسك على طول محمد فتح فتحي عالية بالرأس على طول يتدخل حسام عشور حمص قاطع معتصم سالم العبى طويلة قدام شادي محمد يرد على طول شادي خارج الملعب رمي التماس للنادي الإسماعي عمر جمال عبدالله الشحاد يفوت الشحاد لكن مع أحمد شديد إناوي كابتن حمد شعبان يدي انظار لشادي محمد انظار لشادي محمد ده الانظار التاني فيه اللقاء شادي مكانش مشارك في اللعبة لكن يبدو نتكلم محمد كابتن حمد شعبان شادي انظار في انظار أمريكادي المعتصم سالم من الإسماعيلي هذه اللعبة تاني ما بين أحمد شديد إناءو عبدالله الشحاد كان شادي مشارك في اللعبة خالص ركلة حرة للنادي الإسماعيلي هلعبها سيد معوض سيد معوض برجل الشمال يلفها وعلى طول رمي عادل يحول بالرأس لخارج الملعب رمي التماس التماس للإسماعيلي هلعب عمر جمال سابها المعتصم سالم ودخل هو الجوه معتصم راجع له هار عشان عبها طويلة في المنطقة معتصم معتصم سالم طويلة داخل المنطقة بالرأس فضل خلفية مصطفى كريم بيحاول يطلع من قده محمد بركات في لابيو بالرأس لعمات متعب الزحلة لعمات كده وصل كرة شريف عبدالفضيل شريف شريف ياخدها شريف وفي دافعة من متعب لشريف وركلة حرة مباشرة للنادي لإسماعيلي اتلعبت على طول عبدالله الشحاد حمص يلعبها الحسن عبدالربو أمامية من حسن سيد معوض سيد داخل سيد يلعب على طول عمر جمال عمر لسيد معوض وسيد عرب للشمال لسه فات من أنيس بجلبان ويه سلم تاني لعمر جمال عمر العرضية العالية عند فضل تفوت لكن على طول رامي عاد القاطع رامي لعبدالله الشحاد لحمص لفضل محمد فضل يلف ويلحق كده بصعوبة وياخد منها رمي التماس خات هربت الكرة منه كده لكن خبطها في رامي عاد وخات رامي التماس استلم على طول فضل لعب لعبدالله الشحاد الزحلاء من الشحاد وركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي اتلعبت لأنيس بجلبان يدخل عمر جمال لكن بدفع الأنيس بجلبان وركلة الحرة المباشرة ليه النادي لا ياخد انذار عمر جمال انذار فعلا عمر جمال اهي الخلف كده دخل مع أنيس بجلبان ياخد انذار هيخرج عباد بتعب وينزل حسن مصطفى حسن مصطفى تهت تغيير التاني للنجل الأهلي نسمعيني معاملش أي تغيير حتى الآن تغيير الهوة تخرج أحمد عادل ونزل في لابيو وهذه متعب خارج ونزل حسن مصطفى اتلعبت الركلة الحرة النادي الأهلي الأمامية فلابيو بالرأس يلعبها أبو تريكا داخل المنطقة فهو بيلعب قدام دلوقتي مع فلابيو بعد فروق متعب لكن على طول فاتحي يمسك لعبها طويلة قدام محمد فاتحي رامي عادل مع فاضل في كل مكان يقطع رامي توصل لحمص سيد معوط في الشمال معوط عمر جمال عمر لحمص عبدالله السعيد يرجع لحسن عبدالربو حسن كل فرقة النادي الأهلي في لابيو ما لعبها قادي حسن يرجع معها بولتريكا يلعبها لسيد معوط في الشمال سيد داخل سيد مكمل سيد علاقها على داخل منطقة ويجد يناوي يحولها الركنية ضربة ركنية للنادي الإسماعيلي من ناحية اليمين هيلعبها عمر جمال جاي سيد معوط قراب له تلعبت لسيد لعمر جمال برجله الشمال عمر يلفها شاد محمد بالرأس على طول يحولها خارج الملعب رمي التماس للإسماعيلي عمر جمال معتصم سالم عمر جمال يلفها عرضية وعالية والحضري طالع ماسك على طول عصام الحضري محمد بركات داخل بركات من ناحية اليمين يلعب لأنيس بو جلبان حسام عشور حسن مصطفى داخل حسن حسن مكمل حسن يزقى على طول لبوتريكا وداخل المنطقة معتصم سالم على مرتين يطلع من قدام في لابيو ترجع لبوتريكا شديد إنوه في الشمال أحمد شديد والعرضية العالية وبركات يسدد لكن على طول حمص حمص ينقذ في سكاته على طول قطع حمص ويد لسيد معود أمامية لعمر جمال آرب وقل جمعة يرجع للحضري عصام الحضري طويلة قدام لابيو معتصم سالم يلعب لابيو بالرأس خلفية أبوتريكا أبوتريكا راجع عبدالله الشحات من قدامه على طول قاطع لسه مضغوط على الشحات من أبوتريكا يلفها الشحات توصل لحسن مصطفى حسن رامي عادم شاد محمد رامي على الأرض أنيس بوغلبان أنيس يلعب لواء الجمعة حسام عشور لابيو يسند على أنيس أنيس يرجع لرامي عادل ماسك كورة النادي الآلي أمامية لابوتريكا عايز يلعبها شحات قاطع مصطفى كريم عايز يعملها الحمص يضغط على طول بوغلبان ويلعب لجديد إيناوي لبوغلبان اللي وقيتها وداخل والعرقلة من عبدالله الشحات وإنظار سفارة وإنظار لعبدالله الشحات إنظار عبدالله الشحات هذه اللعبة وركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي ركلة حرة مباشرة أتندى النيجيري شايفي بيستعد من نادر اسماعيل هيبقى تغيير مهاجم أتندى نشوفها ينزل على حساب مين ركلة حرة مباشرة هيلعب أبوتريكا محمد أبوتريكا يلفها مباشرة في المرمى ونص الجول سهلا يمسك على طول محمد فتح فتحي محمد حمص حمص داخل حمص لعب على طول السيد معاوض معاوض لفضل يرد على طول واي الجمعة ثاني معتصم سالم يلعب على سيد معاوض سيد سيده بركات سيده بركات يزقاء سيده عايز يكمل ويه مصافر كرة هربت من سيد رفع على طول المساعد رمي التماس للنادي الآخر هي اللعبة تخطط حدود الملعب رمي التماس للأهل هيلعب بركات أتنده معاوض حكم الرابع كابتر محمد فاروق هينزل تغيير أول للنادي الإسماعيلي خارج محمد فض مهاجم مهاجم محمد فض لخارج ونازل أتنده عن ناجيري خارج فض جمهير بتحيي مخبوب هناك الإسماعيلي فض لاعب النادي الأهلي سابقا ورحلة احتراف في تركيا والكويت ثم عودة للنادي المصري ثم الإسماعيلي فض اتلعبت الكورة على طول عمر جمال عمر جمال سيد معاوض بقى قدام دلوقتي في خط الهجوم للنادي الإسماعيلي أتنده ومصطفى كريم اتلعبت الكورة معتصم سالم حسن عبد الربو حسن سيد معاوض سيد أمامي العمر جمال عمر جمال العرضية من عمر جمال شهاد محمد تمركز طيب قاطع على طول ترجع تاني لسيد يرجعها المعتصم سالم معتصم سالم بنلعب فيه الوقت المحتسب بدل الضاع وقت الأصل الضاع لكن توقفت المباراة كثيراً لانقطاع الإضاءة عن بورج الإضاءة هذه واحدة عالية من سيد معاوض وحمص والله ده أتنده والله الاثنين من أصحاب البشرة السمراء أتنده لسه نازل يعملها على طول كالمعارة معادل تتحولوا كوراً خارج الملعب تباروقنية للنادي الإسماعيلي من ناحية الشمال تلعبت على طول سيد معاوض يلفها سيد والحضري ماسك على طول الحضري عسام الحضري تدهروا محمد حمص كده والله فدهره كان أتنده هو بيجري كده خبط فيه وقع الحضر على الأرض بيشتكل الكابت الحمد شعبان ده حمص فعلاً أهو محمد حمص راكلة حرة للنادي الآلي عصام الحضري أمامية بلافيو بالرأس خلفية على طول شريف عبد الفضيل يحاول لخارج الملعب رأمي التماس أحمد شديد إناوي أبو تريكا أبو تريكا يلفه ويعمل عرضية ما طوع على طول فصن عبد الربو أمامية مصطفى كريم بالرأس عايز يعملها الأتنده قاطع رامي عادل ترد من عمر جمال تاني على طول أحمد شديد إناوي لأنسبو جلبان لرامي عادل لشادي محمد لرامي شادي شادي محمد لرامي عادل لحسام عشور لرامي تاني لتقدمه زاد من ناحية الشمال يعملها لأبو تريكا أبو تريكا يرجع لرامي لحسام عشور ترجع لشادي محمد تاني رامي عايز يلعبها لشديد إناوي تخرج خارج الملعب وتبقى رامي التماس لناديل إسماعيل آدمان والجزي وإسماعيل حفني المديرين الفنيين الفريدين اتلعب ترامي التماس يدخل رامي عادل بالرأس يحاولها تاني خارج الملعب تماثل الإسماعيلي عبدالله الشحات الشحات أتندر يستلم أتندر لحمص وحمص لعبدالله الشحات تغبط في داره ولمس تيردي جات في يده لمس تيردي ركلة حرة مباشرة لإنادي الأهل هيا يلعبها عصام الحضري عصام الحضري أمامية في لافيو بالرأس يلعبها على طول ترد الكورة من شريف عبدالفضين توصل لحصام عشور دخل معها تاندر عرقلة من أتندر العشور وركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي هيا اللعبة تاني بتاعدي وطنق حضراتكم ركلة حرة مباشرة هيلعب رامي عادل راجع كل فريق الإسماعيلي في نص ما لعبه يلعبها رامي عادل حسن عبدالربو بالرأس يطلع بالأبي هو استلم يرجعها على طول حسن مصطفى حسن داخل حسن مع عبدالله السعيد دفع من حسن للسعيد ركلة حرة مباشرة للنادي الإسماعيلي ركلة حرة حسن حسن عبدالربو حسن عبدالربو لشريف عبدالفضيل شريف معتصم سالم عبدالله الشحات الشحات يلعبها على طول وهتخد مع مصطفى كريم وحدة أمامية لعمر جمال طويلة بركات وعمر جمال بركات تغرب كرة خارج الملعب ويشير حمد شعبان بروكنية للنادي الإسماعيلي دار بروكنية للنادي الإسماعيلي كان سباح على كرة هو ما بين عمر جمال وبركات ديوع بركات وكرة تغرب خارج الملعب وركنية الإسماعيلي تلعبت على طول سيد معور لعمر جمال عمر جمال جمال داخل جمال يغير اتجاهاته ويتشد من حسن مصطفى لاعب مهاري وسريع ويغير اتجاهاته الحقيقة بسرعة جدا عنده رشاقة ولياقة بدانية ما شاء الله اهو غير اتجاهه كده هو بيجي من وضع الحركة حسن مصطفى على طول خده معاه وعى الارض وخد ركلة حرة مباشرة النادي الإسماعيلي ركلة حرة مباشرة هاي العابة حسن عبد الربو تعادل ايجابي واحد واحد حتى الان عزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة الإسماعيلي والاهلي داخل حسن عبد الربو حسن وتزديدة وبالرأس على طول تعلى فوق العرضة من مين من رامع عادل تزديدة كانت مباشرة على المرمى يدخل رامع عادل على طول ويعليها فوق العرض عشان تبقى ركنية من ناحية اليمين للنادي الإسماعيلي ضربة ركنية جايلة سيد معوض قد رامع عادل كان قدامنا اتلعبت من عمر جمال لسيد وسيد بريقل الشمال يلعبها الناحية التانية عند مصطفى كريم رايح معاه واقل جمعة كريم كريم واحد عايز يفوت كريم قطع واقل من قدامه واقل جمعة يلعبها طويلة قدام ترد الكرة على طول من شريف عبد الفضيل لخارج الملعب رامية التماس للنادي الأهل رامية التماس هيلعب محمد بركات لابوتريكا حسن مصطفى داخل حسن فيلافيو قدام فيلافيو جنبها حمد شعبان يقول لهم على طول ما فيش حاجة وتلعبت الكرة لعمر جمال جمال لمصطفى كريم داخل من ناحية اليمين كريم كريم من وسط اتنين عايز يفوت ولسه وفات لكن يزقها من قدام ورامع عادل ويحولها الركنية ركنيات كتير أول إسماعيل داربة ركنية من ناحية اليمين عمر جمال على التنفيذ مجلوش المرة دي سيد معوض بيعملوها دايما كده يلعبها له سيد وستيلم تاني المرازي من مرة واحدة داخل عمر جمال لعبها على طول وبركاته والقاطع ترد من عبدالله السعيد لسيد معوض في الشمال سيد معوض يزقها الحمص وحمص لسيد معوض وسيد عارف له الشمال وفي المرمى وفي جانب المرمى في الشبكة من برة لكن لمست أطراف أصابع الحضري تبقى ركنية للإسماعيل دار باروكنية هذه سيد معوض وهذه التجديدة القوية جدا وأطراف أصابع الحضري في جانب المرمى تتحول الكورة في الشبكة من برة تبقى ركنية لإسماعيل حمص على التنفيذ يلفاء حمص الناحية التانية تفوت وتغرق خارج الملعب تبقى رامي التماس للنادي الأهل رامي التماس للأهل جاي أحمد شديد إناوي أحمد شديد إناوي بيستعد شايف أحمد صدية بيستعد للنزول هيدفع به منو الجزين هيبقى تغيير ثالث وأخير للأهل إسماعيل عامل تغيير واحد اتلعبت الكورة على طول شديد إناوي بلافيو أنيس بوجلبان يلعبها أمامية حسن عبد الربو قاطع حسني حسني ويتشد حسني ويأخذ ركلة حرة مباشرة واع على الأرض هو حسني مع ابو تريكا الاثنين عوائين على الأرض ابو تريكا أيضا واع نتمنلهم السلامة حسن وابو تريكا معبين يعني هي من الأسماء الكبيرة أوي فرة القدم معبين المتنزين هي اللعبة سكيته كده رجلة بو تريكا لسه حمص الدين خارج الخط مع الحكم الرابح والدزاري المزور وهذه اللعبة بو تريكا لسه على الأرض وحسن عبد الربو أمسا لي منهل السلامة نحتاج النادي لأهل كل اللاعبية في لقاء العودة النهاي الافريقي للأندية الأبطال النجم الساحل التونسي يوم التاسع من هذا الشهر على أستاذ القاهرة كل منهم طيبة رجل الآن هذا التغيير بيشير كابتن حندي شعبان الحكم الرابع كابتن محمد فاروق خارج أبو تريكا لكنه سليم يعني خارج مع الجهاز الطبي دكتور إيهاب علي ونزل أحمد صديق نزل أحمد صديق وتلعبت الكورة على طول أنيس بو جلبان يطع أنيس لبركات بركات يدخل معا أتندة يحاولوا كورة خارج الملعة برامي التماس هذه الشرفة عبد الفضيلة قدامنا تمس للنادي الأهلي شايف إسلام طاهر هينزل تغيير تاني للإسماعيلي إسلام طاهر هذي كتب حمد الشعبان واحد من حكامنا الحقيقة اللي بنعاول عليهم كثيرا ننتظرهم مستقبل كبير كده من حكامنا المتميزين إسلام طاهر ليسه منزلش خارج محمد حمص حمص هو الخارج صاحب هدف التعادل ونازل إسلام طاهر تغيير التاني الإسماعيلي والأهل استمثل تغييراته وهذه هدف الحمص يعني بتعادلنا بنسبة خروجه هدف جميل الحقيقة الحمص تاني أهدافه مع الإسماعيلي هذا الموس اتلعب تبكورة على طول إسلام طاهر أول لمسة إسلام يلعب على طول المصطفى كريم كريم معارا معادل داخل كريم من ناحية اليمين يقاب له على طول أنيس بو جلبان يحول من قدامه الخارج الملعب رمي التماس التماس لليسماعيلي هيلعب إسلام طاهر لعبها الأتندر فضاهره رمي عادل أتندر يلعب على طول الإسلام طاهر لكن الكرة تهرب كده خارج الملعب من إسلام وتبقى رمي التماس للاهلي فسام عشور لفلافيو ونازل كنف ونص ما لعبه هو فلافيو معاه معتصم سالم كالعادم في سيبوج يزقى معتصم خارج الملعب وتبقى رمي التماس للاهلي أحمد شديد يناوي يلعب التماس ترجع له تاني على طول فلافيو فسام عشور رمي عادل أمامية عند أحمد صدي ومعاه على طول شريف عبد الفضيل يلعب شريف لسيد معوض خاد شارك كابتن بوا كابتن تيم الإسماعيلي بعد خروج حمص سيد معوض حسن عبد الربو لإسلام طاهر إسلام اتقل من الترسان الإسماعيلي هذا الموسم إسلام داخل عايز يفوت قدامه صام عشور قاطع من قدامه لحمد شديد يناوي أمامية لفلافيو معتصم سالم قاطع على طول معتصم بيحاول إسلام لكن دكتورة خارجت خارج الملعب تماس لإنادي الأهل اتلعبت على طول رمية التماس لفلافيو مع معتصم سالم يوعدتين على الأرض وتوصل الكورة لحمد صدي يلعبها لحسن مصطفى في اليمين رايح له حسن عبد الربو عايز يلعبها حسن تخبط الكورة وتتحول لركنية دربة ركنية للنادي الأهلي دربة ركنية من ناحية اليمين رايح أحمد صديق يلعبها ركنية الأولى فيه الشوت التاني للنادي الأهلي هيلعب أحمد صديق صديق وفيه كده تحزين من كابت الحندي شعبان احتكاك كده داخل منطقة التمنتاشر لإسماعيلي اهو كابت الحندي شعبان معهم الركنية للنادي الأهلي هيلعب أحمد صديق لعبها صديق وبالرأس على طول حسن عبد الربو يطلع ترجع تاني لصديق صديق بالرأس يلعب على طول لبركات تاني داخل منطقة تدخل على طول من دفاع الإسماعيلي يدخل معتصم سالم ويطلع توصل على طول لعبد الله سعيد أمامية مصطفى كريم وشادي محمد أقرب شادي شادي يلم شادي ويلعب على طول لرامي عادل خبرة شادي لحمة شديدة يناوي يزوءها ويكمبن مع فلافيو فلافيو داخل فلافيو يلعب لرامي عادل في الخلف على الأرض والحسام عشور عشور وائل جمعة في اليمين هو بركات استلم بركات لوائل لشادي محمد آخر لاعب فرقة النادي الأهلي يلعب على طول لرامي عادل لشادي لأنيس بو جلبان أنيس مكمل أنيس من العمق لفلافيو يستلم فظاهروا كالعادة معتصم سالم ياخد فلافيو راكلة حرة مباشرة للنادي الأهلي اتلعبت على طول من أنيس بو جلبان اللعب أذاني راكلة الحرة اللي عمل أو الفاول اللي عمل معتصم سالم مع فلافيو بركات حسام عشور حسام لفلافيو لفلافيو يحاول لكن يضغط على طول عمر جمال ويلعب أمامية يجري بها أتندى أتندى ورامي عادل رامي يزبق رامي ويرجع للحضري كان على طول لرامي عادل لعب على طول لحسام عشور أنيس بو جلبان أنيس ماشي أنيس فات من أتندى دخل عمل عرضية بلافيو مستني ومعتصم سالم قاطع قاطع معتصم على طول ومحاول لخارج الملعب تمثل الأهلي ديتين وقت محتسب بدل ضائع ديتين وقت محتسب بدل ضائع بيعني العنب كابتر محمد فارول حكم الرابح اشارة من كابتر الحندي شعبان وتلعب تلكورة على طول أحمس دي عايز يلف عرضية لكنها تلف الخارج الملعب وتبقى دربة مرمى للنادي الإسماعيل محمد فاتح حسني عبد الربو حسني نكمل حسني دخل منص ملعب النادي الأهلي لعب على طول لعبد الله السعيد لسيد معود سيد معود لعب على شريف عبد الفضيل تم المعامل من ناحية الشمال شريف لحق داخل شريف وتزديد على طول الحضر عامل البنز كده خفيف في الأرض الحضري على معلو خالص الحضري عصام الحضري طويلة قدام وعالية خارج الملعب رامي التماس للإسماعيلي هيلعب معتصم سالم اتلعبت لحسن عبد الربو أمامية وعالية في نص الملعب حسام عشور والشحات لسه عالية الكورة في الهواء والدفع من أنيس بو جلبان ولا من عمر جمال لأنيس بو جلبان ادرك لحرة مباشرة كابتن حمد شعبان للنادي الآلي هيلعب شادي محمد بيبص في ساعته كابتن حمد شعبان ويقفل فعل صفراته منهيان الشوط الثاني والمباراة بتعادل الفريقين